موسيقى موجز الأخبار من قناة يمن شباب أهلا بكم قد رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات فتح الطرق عبد الكريم شيبان قال إنه إن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها فتح الطرق في تعز التي وردت في مقترح للمبعوث الامامي أعادت الأوضاع إلى نقطة الصفر شيبان أكد أن ميليشيا الحوثي وقعت على حزمة من الملفات في مطلع أبريل ألفين بينها فتح مطار صنعام قبل فتح الطرق المؤدية من وإلى وسط مدينة تعز لكنها تتعنت متاهما المجتمع الدولي بالانحياز للميليشيا من خلال تسجيل سفر الوفد الحوثي وصمته عن التحشيد الحوثي الأمر الذي يهدد استمرار الهدنة اندلعت معارك عنيفة اليوم الأحد بين قوات الجيش الوطني وميليش الحوثي الارهابية في جبهات متفرقة بمحافظة مارب مصدر ميداني قال اليمن شباب إن المعارك تجددت في الجبهات الجنوبية للمحافظة عقب محاولة تسلل الحوثية فشلة إلى أحد مواقع الجيش والمقاومة نفذ العشرات من خارجي الكلية العسكرية في العاصمة الموقتة عدن العام 2018 وقفة احتجاجية أمام بوابة مقر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في قصر معاشيق للمطالبة بالإفراج عن تعزيزهم المالي والمعالق منذ أربع سنوات وطلب العسكريون المتخرجون بصرف تعزيزهم المالي وكذا الفروقات المالية عن السنوات الأربع وصرف بطائقهم العسكرية التي حرموا منها أعلنت شرطة المهرة القبض على أحد أخطر المروجين للمخدرات بالمحافظة بعد ملاحقة أمنية استمرت أسبوعين وأكدت أنه تم القبض على المتهم أثناء تنقله بين مديرية المحافظة على متن سيارته وبحوزته مائتين واثنين وسبعين جراما من مادة الشبو المخدر ومائة وخمسة عشرة حبة كيبتاغون أفادت منظمة دولية أن سبع سنوات من حرب ميليشي الحثي أسفرت عن تدمير خمسين في المئة من المرافق الصحية وقالت منظمة الهجرة الدولية أن هذا الانهيار جعل نحو واحد وعشرين مليون شخص وتسعمائة ألف بحاجة إلى الدعم الصحي مشيرة إلى أن أماً واحدة وستة أطفال يموتون كل ساعتين بسبب انهيار النظام الصحي نهاية الموجز إلى اللقاء